تقاطع بالقرار وتضاد بالتنفيذ هذا هو حال الحكومة المحلية في محافظة الديوانية مع الحكومة الاتحادية فلا انسجام يذكر ولا قرار يسمع وضياع البوصل في منطقة الرمادية اللونة تسبب في عدم الانسجام والتنفيذ الفعلية للكثير من القرارات هذا الخلط أعزل لأن التشريع ليس واضح إليه الفقرة التشريعية بالدستور ليس واضحة إلا ما محددها بالضبط أكو خلط ببيناتهم ولهذا نحتاج إلى تشريع تشريع يحدد الصلاحية هذا ويسنب قانون وهنا نستطيع أن ننهي الصراع الذي يحدث هذه المنطقة الرمادية أو التدخل في الصلاحيات كل الجهتين يستفاد منهم في حالة الفساد المالي والفساد الإداري وتبرير للشعب العراق والحكومة العراقية الكل يستفاد منه هذا يحقق مآربة في مجلس المحافظات يعني من ما تقدم الخدمات يقل لكها بالوزارات اللي ما جاءت خلينا قدم الخدمات والأموال الآن يعني مو ضمن صلاحيتي وكذلك هذه الحالة معكوسة للوزارات مجلس محافظة الديوانية لوح بعدم التعاون مع الحكومة الاتحادية إذا استمرت هذه السياسات مشيرا إلى أن مجلس المحافظة أدرى باحتياجات المدينة وبالتالي يرى أن تجاهل قراراته يقلل من جدوى الحكم المحلقة ويضعف قراراته يطرح الموضوع في مجلس المحافظة ونتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص ومن المحتمل يرز القرار بعدم التعامل مع مدير كارباء الجديد إلا أن يحترم الوزير ووزير كارباء والزراء الآخرون صلاحيات مجلس المحافظات وعدم سلبها هذه الخلافات تسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات تشريعية واضحة تحدد صلاحيات الحكومات المحلية والاتحادية بشكل أكثر دقة لتجنب حالة التشتت والضياء التي تعيق الوصول إلى الأهداف المرجوة وتقديم الخدمات للمواطنين من الديوانية محتز العبودي زاكروس تيبي